اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جريمة قصف قسم النساء في إصراحية السجن المركزي بمدينة تعز وجدد طارق صالح دعم وترحيب المقاومة الوطنية وقوات الحرس الجمهوري بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة سيد أنتونيو غوتريش لوقف فوري لإطلاق النار وتوجيه الجهود لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس كورونا وقال نحن مع خيار السلام سلام الشجعان القائم على العدل والمساواة وإزالة الظلم والمعاناة عن كاهل أبناء الشعب اليمني وأكد العميد طارق صالح أن أي اتفاق قادم للتهديئة الشاملة يجب أن يتمتع بدعم دولي واضح ويشمل كل المناطق اليمنية وتلتزم به كل الأطراف لتلافي أخطاء الاتفاقات السابقة ومنها اتفاق ستوك هولم الذي لم يتم تنفيذه كما كان مؤملا نتيجة اعتماده على اتفاقات مرحلية وتجزئة الحلول إضافة إلى العراقيل التي وضعتها ميليشيا الحوثي للحيلولة دون تنفيذ هذا الاتفاق وهو ما يجب تلافيه في أي اتفاق قادم واستعرض قائد المقاومة الوطنية استمرار خروقات الميليشيا الحوثية لقرار وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة ومحاولاتها المتكررة لإحداث اختراقات في جبهة السحر الغربي والتي فشلت بفضل الله ثم بتماسك ويقضت القوات المشتركة كما تواصل ميليشيا الحوثي زراعة الألغام والعبوات الناسفة وبناء المتاريس وحفر الأنفاق وتطوير منظومتها العسكرية وأشار العميد طارق صالح إلى عرقلة الميليشيا المتواصلة لتنفيذ بنود اتفاق السويد ورفضها الانسحاب من موانئ الحديدة وفتح الطرق لمرور الإمدادات الغذائية والإنسانية وفي مقدمتها كيلو 16 مطالبا بوضع آلية دقيقة للرقابة على الخروقات في كافة جبهة القتال في الساحر الغربي لتفعيل وقف إطلاق النار ومحاسبة الطرف الذي يخل بالاتفاق كما ناقش اللقاء تطورات تطبيق اتفاق الرياض والعوائق التي تقف في طريقه حيث أكد العميد طارق صالح أهمية استغلال الدعم الدولي والإقليمي لهذا الاتفاق من أجل إنجاحه وتحميل كل طرف المسؤولية في تنفيذ بنوده وتجسيد مبدأ الشراكة السياسية لتشمل جميع القوى بدون انتقاص من تضحياتها أو مصادرة لحقوقها المشروعة وحتى العميد طارق صالح الجميع على المضي في تنفيذ اتفاق الرياض لما يخدم مصلحة اليمن واليمليين وتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة تضم الأطراف الفاعلة كخطوة نحو السلام وترتيب الأوضاع في المناطق المحررة والتهيئة لمفاوضات الحل السياسي الشامل الذي لا ينبغي أن يستثني أحدا من المكونات السياسية وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام وقال إن اليمن دفعت لأعوام ثمنا باهضا لمحاولات بعض الأطراف والقوى إقصاء غيرها من المشهد والاستفراد بالحكم وأن التجارب أكدت أن لا أحد بوسعه حكم اليمن منفردا وهو ما ينبغي أن يستوعبه الجميع وفي هذا السياق دعا العميد طارق صالح المبعوث الأممي لليمن إلى العمل على رفع فوريا للعقوبات الظالمة على السفير أحمد علي عبدالله صالح والتي اتخذت دون أي مسوغ سياسيا أو قانوني ولم يعد لاستمرارها أي مبرر سوى الاستهداف الشخصي وأشار قائد المقاومة الوطنية إلى أن ملف الأسرى يمثل أهمية خاصة في أي تهديئة وأن الحديث عن تجزئة هذا الملف أو التفاوض حول أعداد محددة يمثل متاجرة بقضية إنسانية وابتزازا رخيصا من الميليشيا الحوثية لإطالة معاناة المعتقلين وأهاليهم ويمثل انتهاكا للمواثيق الدولية التي لا تجز الاحتجاز القسري للأسرى لفترات طويلة دون البت في قضاياهم داعيا لتبادل شاملا وفوريا وغير مشروط لجميع الأسرى والمعتقلين من كل الأطراف وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل الذي نص عليه اتفاق السويد وكخطوة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ولإثبات حسن النوايا وبناء الثقة بين مختلف الأطراف وتعزيز جهود وقف إطلاق النار وأشار العميد طارق صالح إلى الجهود التي تبذلها المقاومة الوطنية في توعية المواطنين في مدرية الساحل الغربي للوقاية من فيروس كورونا والإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها لمواجهة الفيروس ودعم جهود السلطات المحلية بهذا الجانب بدوره تمل المبعوث الأممي التزام قيادة المقاومة الوطنية والقوات المشتركة في الساحل الغربي بجهود إحلال السلام ووعد بطرح قضية رفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبدالله صالح والعمل بجدية في مجلس الأمن الدولي وأشار السيد جريفث إلى أن استمرار بقاء ملف الأسر مفتوحا دون حل جذري يمثل انتقاصا من القيم الأخلاقية لليمنيين داعيا كافة الأطراف إلى تحقيق تقدم ملموس في هذا الجانب وفي نهاية اللقاء الذي شارك فيه الجنرال جورج ماكنتوش مختص الشؤون العسكرية في مكتب المبعوث الأممي لليمن تم الاتفاق على استمرار التواصل لبلورة الرؤى المشتركة تجاه مختلف القضايا وفي مقدمتها بناء أسس السلام في اليمن وكان قد التقل عميد الروكن طارق محمد عبدالله صالح قائد المقاومة الوطنية عضو قيادة القوات المشتركة الجنرال جورج ماكنتوش مختص الشؤون العسكرية في مكتب المبعوث الأممي لليمن عبر دائرة إلكترونية وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع العسكرية في اليمن في ظل تصعيد الميليشيا الحوتية في جبهة مارب والجوف والبيضاء وتعز والضارع والساحل الغربي وناقش الجانبان ضرورة العمل على إحلال السلام في اليمن من خلال دعم وقف شامل لإطلاق النار يقود إلى مباحثات سياسية لإنهاء الحرب ويعادة الأمن والاستقرار وفي اللقاء أوضح قائد المقامة الوطنية أن أهم معوقات إرساء السلام في اليمن هو استمرار تدفق الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع إلى الميليشيا الحوتية عبر طرق التهريب البرية والبحرية وأشار طارق صالح إلى أن تغاضي المجتمع الدولي عن خروقات الميليشيا الحوتية وعرقلتها لتنفيذ بنود اتفاق استوكهلم واستهدافها للمدنيين دفعها للمزيد من التمادي في ممارساتها وإعاقاتها لأي تفاهمات ممكنة باتجاه إحلال السلام في اليمن ووصلت الأطرسة بالميليشيا إلى قنص ضابط الارتباط العقيد محمد الصليحي أثناء أداء مهمه في نقطة الرقابة الخامسة داخل مدينة الحديدة مشددا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عملية لإدانة هذه الجرائم والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وتنصل الميليشيا من الاتفاقات بما فيها اتفاق السويد الذي رعته الأمم المتحدة وأكد العميد الركن طارق صالح أن المقاومة الوطنية وقوات حراس الجمهورية مع أي خطوات جادة من أجل تحقيق سلام شاملا وعادل في اليمن لا يستثني أحدا ولا يعطي امتيازا لأي قوة على حساب حرية وكرامة اليمنيجين وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على استمرار التواصل لبلورة الرؤى المشتركة تجاه مختلف القضايا وفي مقدمتها بناء أسس السلام في اليمن اتهم العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي ميليشيا الحوثي بإجبار قرابة 200 ألف مهاجر إفريقي للنزوح باتجاه السعودية لإرباك قوات أمن الحدود مستغلة انشغال العالم بكورونا وأشار المالكي أن الميليشيا تدفعهم للتحرك باتجاه الحدود السعودية بعد إطلاق النار عليهم بمحافظة صعدة وتركهم أمام خيار أوحد وهو الولوج إلى الأراضي السعودية إلى ذلك أفاد سكان محليون في الساحل الغربي عن استمرار تدفق المهاجرين الأفارقة من البحر إلى منطقة الهاملي شرقا أو شرق المخى عبر مهربين يسلكون بهم طرق الفرعية وصولا إلى مناطق سيطرة الحوثيين في حيس جنوب الحديدة ما أثار قلق المواطنين من انتقال فيروس كورونا عبر هؤلاء المهربين وفي وقت سابق من منتصف العام المنصر أكد نشطاء بمحافظة إب عن إنشاء معسكر بمساحة ثبانية كيلومتر مربع لتجنيد الأفارقة القادمين من البحر في وقت تحدث فيه شهود عيان في صنعاء وفي مدن يمنية أخرى عن خلو أحيائهم السكنية من الأفارقة بشكل مفاجئ وكذلك من أعمال النظافة أو من عمال النظافة والخدمة المنزلية ما أثار استغرابا وشكوكا كبيرة لدى المواطنين وبحسب معطيات توقع مراقبون أن كثيرا من المتدفقين عبر السواحل اليمنية لم تدفعهم الحاجة للجوء بقدر ما هم مكلفون بتنفيذ أجندة إقليمية وتربطهم علاقة بالتنظيمات الشيعية في لبنان وإيران والعراق أكدت قيادة اللواء 11 عمالقة التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي بأن المزاعم التي تحدثت عنها ميليشيا الحوثي عبر ما تسمى لجنة شؤون الأسر الحوثية بشأن وفاة الأسير عطاس أحمد محمد الكينعي تحت وطأة التعذيب بأنها كاذبة ولا أساس لها من الصحة وقالت قيادة اللواء في بيان تلقاه من بر المقاومة بأن القيادية الحوثي عطاس أحمد محمد الكينعي قاد في الرابع عشر من مارس 2020 محاولة تسلل إلى مواقع اللواء 11 عمالقة التابعة للقوات المشتركة في مدرية حيس جنوب محافظة الحديدة في خرق يضاف إلى الخروقات اليومية التي ترتكبها الميليشيا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تصدى له أبطال قوات اللواء وأصيب الكينعي بإصابة خطرة قبل أن يقع في أسر أفراد اللواء الذين سارعوا إلى نقله للمستشفى الميداني في مدينة حيس لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة كما جرت العادة في تعامل كافة ألوية القوات المشتركة مع الأسر الحوثيين كشفت مصادر إعلامية بتعز لقناة الجمهورية عن وجود أربعة أفارقة يشتبه إصابتهم بكورونا يعتقد أنهم نيجيريون كانوا محتجزين لدى قسم شرطة الثورة بحي السلخانة تم نقلهم مساء أمس الأول إلى فندق الحرمين بالضباب للحجر الصحي وقالت المصادر تم نقل المشتبه بإصابتهم بسيارة إسعاف لمستشفى الثورة رافقها طقم للواء الصعاليك وسيارة هيلوكس تتبع مدير قسم الشرطة واستغرب متابعون دخول أفارقة لتعز في هذا التوقيت مطالبين السلطات المحلية بتعز مكاشفة المواطنين والإفصاح عن ملابسات دخولهم خاصة بعد ثبوت عدم تحدثهم بالعربية أو الإنجليزية واقتصارهم على لغة الحسة ما يثير علامات استفهام مختلفة حول وجودهم في تعز انتهت النشر من قراءة الجمهورية في أمان الله